موسيقى مشاهدين كرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم التقس كان مغيم جزئيا إلى كثيف السحب خاصة في آخر النهار سجلنا بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بمناطق الشمال الغربي انخفاض نسبة في درجات الحرارة أقصاها تراوح ما بين 18 و 22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الغربي وكانت ما بين 22 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وفي حدود 14 درجة بالمرتفعات بنسبة إلى هذه الليلة ستكون السماء عامة كثيفة السحب مع نزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية وتكون بكميات ضعيفة إلى متوسطة في حين الكميات تكون أوفر بمناطق الجنوب الشرقي مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة والرياحة ستكون قوية قرب السواحل ضعيفة إلى معتدة داخل بلاد تتقوى بالمرتفعات وأثناء ظهور السحب الرعدية بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله تقس شتوي بيتم معنى الكلمة رياح من قطاع الشمال قوية سحب غالبا كثيفة مع أمطار متفرقة ستكون بكميات أوفر خاصة بالمناطق الغربية وستكون محلي غزيرة بالجنوب الشرقي تحديدا بشرقي ولاية مدنين درجات الحرارة ستشهد انخفاض ملحوظ 18 درجة بتونس 17 بقليبيا ونابل 17 أيضا ببنزر تبرقى باجا 16 بجندوبة 13 بسليانة 12 بالكيف 16 بزغوانة 18 بالكيروان بجهة الساحل تقس كثيفة سحب إمكانية لنزول بعض الأمطار متفرقة 18 بسوسة المنسير المهدية كذلك بيسفاقس وقرقنا 18 درجة بيسيدي بوزيد 16 مع نزول بعض الأمطار وبيتالة 11 القسرين 13 بالجنوب الغربي تقس كثيفة سحب مع نزول الأمطار خاصة بجهة قفصة إمكانية لنزول بعض الأمطار بتوز رواقبلي الحرارة في حدود 16 درجة وبالجنوب الشرقي تقلبات جوية محلية بخليج قابس ستساهم في نزول الأمطار مع الخفاظ الحرارة 18 بي قابس جربة 16 بي مدنين 14 بي تطوين و16 بيرمادة بنسبة إلى الملاحة والسيد البحري كما اذكرت ستكون الرياح من القطاع الشمالي غالبا شمالية غربية بسواحنة شمالية خليج الحمامات إلى غاية منطقة الشابة سرعة الريح تصل أحيانا إلى أربع نقدة ولهذا الغرض ثم أعلام ينص عن هبوب هذه الرياح القوية بكافة مجالاتنا البحرية البحر شديد الاتراب إلى هائج بالسواحل الشمالية وكذلك بخليج الحمامات إلى غاية منطقة الشابة والرياح ستكون شمالية شرقية أقوى بخليج غابس تصل أحيانا إلى خمسة واربعين عقدة والبحر شديد الاتراب إلى هائج إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين وقشات صحب قليلة 32 درجة صحب عبره بالدربيضة 20 درجة كذلك بالجزيرة العسمة صحب عبره 17 درجة أمطار بتالابولس 22 درجة صحب قليلة بالخرطوم 36 درجة بالقاهرة 27 مع صحب قليلة وبالمدينة المنورة صحب عبره 32 درجة بمكة المكرمة 33 تقسي تواصل في استقرار بمسقة 28 كذلك بأبوظبي 27 بالدوحة 25 بالكويت 24 ببغداد صحب عبره بالقدس الشريف 22 24 درجة ببيروت 21 بدمشق تقس كثيفة صحب 19 درجة بإسطنبول في حين الصحب ستكون قليلة بروم 15 درجة تسعة بمارسيليا وبجناف تقس مغيم 4 درجات تساقط الثلوج بفيرنا درجتين تحت الصفر كذلك ببرلين وبلندن أمطار 4 درجات ببريس بمدريد 9 درجات صحب عبره وتقس مغيم إلى كثيفة صحب بلشبونة 16 درجة بالنسبة إلى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأثنين استقرار ظرفي في العوام الجوية من جديد ستتحول الرياح إلى القطاع الجنوبي تسائم في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظهور بعض الغيوب من النوع المرتفع الحرارة ستكون مبين 15 و20 درجة والرياحة ستكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل بلاد يوم الثلاثاء وخاصة في العشية تغيرات سريعة على مستوى العوام الجوية وكذلك مراكز الضغط المنخفض وبالتالي يوم الثلاثاء في العشية ثم تغيرات بوادر لنزول الأمطار ستشمل خاصة المناطق الغربية الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل معتدلة داخل بلاد والحرارة ستسجل انخفاض طفيف بدرجة أو درجتين مقارنة بيوم الأثنين في شرق شمس يوم الغد إن شاء الله سيكون على الساعة السابعة واربعتاش دقيقة وغروبها على الساعة الخامسة وثلاثة دقاق المزيد من المعلومات والتفاصيل أدعوكم لزيارة موقع الويب ماتيو بوانتيان أو الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين سفر أربع مرات أوقات سالة اليوم الغد الأحد ثلاثة ديسامبر الموافق لي 19 جومة دا الأولى ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجري الصبح ابتداء من الساعة الخامسة واثنين واربعين دقيقة الظهر بداية من منتصف النهار وستواش دقيقة العصر ابتداء من الساعة الثالثة إلى الربع المغرب على الساعة الخامسة وخمس دقاق وصلاة العشاء بداية من الساعة السادسة مساء وخمسة وثلاثين دقيقة فالختم أشكركم على المتاع والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة